السلام عليكم اتمنى تكونوا في افضل احوالكم انتم لم تشاهدوا هذا الفيديو هذا الفيديو موجه لتناميذ ثالثة اعدادي فيه سنطرق الكادر الامتحان في هذا الفيديو ستعرف ماذا توجد الامتحان الجهوي ماذا هم المميزات لهذا الامتحان ومعلومات مهمة جدا ستقدروني تعرفها وانتك تراجع الامتحان قبل ما تمشي الدوز حتى فقط نذهب من حديث أن اتبقى زد في قناة 1 توسط اعرق وشون الاشتراك وتعرف الاشتراك وشون الانتك تجاهك كل جديد انا نبدأ للمشاهدوا كم افضل احوالكم سوف نبدأ بشكل احوالكم سوف نفعل الدوز سوف ندرس الامتحان نظر أيضاً للمشاهد هناك احوالكم مسغلية وانتحان وانتحان للمشاهد الأمر يقولون أن النصط الذي ستكون على هذه المساعدة موارنة على المؤسس بمهمة من العراقات على المهمة لكني لا أصدقائنا في الكتاب الأمر كن يذكر نفس الشيء الذي ستكون بمساعدة من البقاء نفس الشيء بالنسبة لليس المساعدة يقولون أن في الفيديوهية نتاقرأ من المقرراتية ثلاث تقول هذان الى قموزان الى قموزان ومجموع من القواعد الذي نتعرف عليها في هذا الجزء نبدأ بلا لكتور La composante lecture س'appuiera sur un texte littéraire environ 200 mots هذه la composante للكتور يعني هذا النص القراء اللي غادي أعطيكم غادي كون واحد النص أدبي يعني غادي كون فيه مازال غادي ترقو التفاصيل اكتر فهد لسنس غادي كون نص أدبي هاتش اللي خاسكوم تعرفو هنا وكتكون من قريبان متين كلمة سيكون من قريبان غادي كون فيه ستادي الأنصر مفرقى على شكل تالي غادي كون ندن دوز اتام لإدانتفية يعني غادي كون نجوش ديال الأنصر اتام بحال الأنصر أو اسئلة غادي كون فيهوم لإدانتفكاشن غادي مثلا تستخرج لإسم ديال كاتب لأتب لأسوص لتكتش لتكتش أي حاجة كتستخرجها من نص لتكتش لإدانتفية كون نجوش ديال الأنصر على هاد الإدانتفية من بيز عندكم تروازي تام لإدانتفية هنا سأعطوكم ثلاثة الأسئلة لإدان الفهم سأشوفوكوش فهمتي هاداكم نسم زيان ولا لا وإداني تام لإداني تام وتقولون الجميلة فهذا هادا الموضوع يعني يطلب منك لتغياجي يعني تدير تفعل على هاداك الموضوع والذي يجب أن تعرفوا في هذا المدينة للمكتور هو أنه سيكون أنكم ستادي الأسئلة في الكمبيانسي للإكري جوجة الأسئلة إدنتيفية ستتخرج شيئا من النص ثم ثلاثة الأسئلة سيختبرون الفهم وآخر سؤال أو الآخر سؤال سيطلب منك تعتبر رأيي ديالك على واحد الموضوع وهنا أنكم الزيثام يمكن أن يكون يعني النوع ديال هاد الأسئلة اللي ممكن يكون عندكم أو لهاد العناصر اللي غايكون عندكم يقدر يكون عندك سؤال على الشكل التالي لزيتها مع رابانس شوازي يعني يتعتلك السؤال ويكون عندك شواء ميلتيبل يعني يكون عندك بزاف ديال الاختيارات يقدر نوماً موك يكونوا ثلاثة ولا أربعة ديال الاختيارات وكتختار الإجابة الصحيحة أو لا شواء ألتغناتف شواء ألتغناتف تقريباً بحال شواء ميلتيبل لغير هنا كيكون عندك عدد ديال الاختيارات قليل كيكون جوج وغالباً كيكونوا متعاكسين هاد جوج ديال الاختيارات أباريومون كيكون عندك مثلاً أصل بسهم فري أو فو يعني كتجاب فري أو لا فو تابلو أكملتي كيكون عندك جدوال اللي غادي يتملؤو إلى آخره أولا كيكون عندك نوع آخر من ديال الأسئلة لزيتام أرابانس كونسترويت إكزيجان ديالاليف لفورماتيون ديالرابانس كورت أولا كياتك سؤال وأنتا كيخسك تجاوب بوحد الجملة صغيرة ودابندوزو الجزء تاني ديال الفرد واللي هو لالانغ للكمبوزنط لانغ سورا كونستيتي ديال سيسي تام ريپarti كم سوي هاد للكمبوزنط ديال لالانغ ولا الجزء ديال لغا فين ريكون عندكم دروس ديال لالانغ سورا كونستيتي ديال سيسي تام ريپarti كم سوي ريكونو فيها ستا ديال الأسئلة هنا غادي نحددو كيفاش غادي يكون الفرد مباد هاد التوضيح غادي ندوزول لكم توني ديالالانغ يعني المحتوى ديالالانغ او الدروس اللي خسكم ضروري توجدوهم بنسبة لهاد الامتحان ودابندوزول الشكل اللي غادي تحتو بهاد الاسئلة عندنا اني تام بوغي ادنتفيا على فهد السؤال او فهد العنصر غايتلبو منكم باش تتخرجوا واحد الحاجة او تحددوا واحد شيء انتلاقم سواء من نص او من واحد الجملة اللي غادي ادتوها لكم بغلا سويت عندنا تخوى زيتام بوغي ادتوكم ثلاثة ديالالاناثر فين غادي تبقوا قواعد اللي ديجا شفتوهم في الدروس اللي غادي ادتو لهم من بعد اي دوزيتام بوغي تابلير اغاباق هنا غادي ادتوكم جوج ديالالاسئلة فين غادي اخصكم ديالواحد العلاقة ما بين جوج ديالالاناثر غادي ادتوكم مثال بحال فاش كيكون عندكم هادا كلو تابلو سيحتوه لكم في الاخير كيكون فيه سيتياشون ينونسي كي يأتيوك واحد لسيتياشون كي يطلبو منك تدير لها لانانسي ديالها او لا كي يأتيوك لانانسي وكي طلبو منك تخيل واحد لسيتياشون متعلقة بهاد الانانسي ودبان دوزو الشكل اللي كي تحطو في هاد الاسئلة لزيتام بوف بخندر ديفيرانت فرم يعني هاد الاسئلة يقدر ياخدو بزاف ديال الاشكال عندنا كيستيون اشواء ملتيبل كي يقدر يكون عندك اسئلة او لا سؤال مجموعة من الاختيارات كيف ماشفنا في الليكتور تكست لكي نار كي يأتيوك تملأ الفراغ اللي كي يكون في واحد النص أباريومان كي يأتيوك تربط بسهم او تربط ما بين جوج ديال عنانسي تخونسفورمسيون هنا مثلا في انكياتك جوج ديالجمل تربطهم بواحد لسي بوغدون باش تقبر على لا كوز مثلا ولا لا كونسيكونس ولا دونك بحال دروس اللي ديجا قلتوهم وهنا باش تربط ما بين هاد جوج ديالجمل خاص ضرور تصرف الافعال اللي كينين فيهم بجوج باش تدير واحد الجملة صحيحة دونك هادا هو لاتخونسفورمسيون من بعد عندنا لانه سيبستي تشيوون لانه سيبستي تشيوون فاش كي يقولك مثلا غاي يكري لافخاز وان اتلزو عن وتخوس بوردون بوريكس بكس برمين لا ميميدين هنا فين كي اتك واحد الجملة اللي كتعبر مثلا على لاكوز و كي يطلب منك تعاود تكسبها بطريقة ديالك و كتسمي فيها بينصير واحد الاكس بخصين دو لاكوز من غير هادا اللي كيكون لديك فهديك الجملة اللي اتوك من بيد عندنا شوى الالتغناتف كيف مشتنا ديجا في الالكتور كيكون واحد السؤال او الواحد العنصر بجوج ديال اختيارات او اختيارات محدودة وخاصك تخصر بيناتهم وده بندوزو اللي كونتوني اللي غيكون عندكم او اللا الدروس اللي غيكون عندكم اللي غيكون عندكم اول حاجة اللي سيبور دوني سركنسطنسيال ديال la cause la conséquence, le but la comparaison, l'opposition la concession, la condition هاد الشي كامل را عندكم في المقرر ديالكم دوك غا تكونوا قريتوه بغلا سويت عندكم اللي طن ديغيسي اللي مهمين بزاف هاد الامتحان بصفة عامة l'an parfait et le passe simple ضروري خاصكم تعرفوا تصرفوا الافعال في هاد الازمينة بجوج وخاصكم تعرفوا فوقش خاصكم تستعملوا هاد الالتون بالاضافة اللي طن ديغيسي اللي هما l'an parfait et le passe simple فخاصكم ضروري تراجعوا لوسيب جونكتيف ilo conditionnell وخاما دكرهم شهنا ولكن هما كيشكلوا الاساس فى الدروس ديال لسيبوغدوني سيخوانسطنسيال يعني هادو هما الازمينة اللي كنتستعملهم فهاد لسيبوغدوني سيخوانسطنسيال وضروري كونو متأكدين انهو غا تكون عندكم فهاد الامتحان وخاما مدكرين شهنا وخاما قال لكش لسيبجنكتيف لو conditionnell لو خاصك ضروري تراجعهم لأنهم ضروري غا تكون عندك بما أنهو عندك هاد لسيبوغدوني سيخوانسطنسيال تالت حاجة لليكسك سيماتيك ومرابورة عاوك لتكستيبوغ هنه غا يطلب منك الحق الدلال اللي يرح الموضوع اللي عندك دجا فهادك النص القرائي بغلا سويت عندنا آخر حاجة لنا لامبلوات دياليبوغد لليبوغد دياليبوغد 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 هنه سميك يقولك هنه غا يعتوكم لإيبوتاز نوك دجا عندكم واحد درس سميتو الإيبوتاز لقنسيسيان وسي انا غا يعتوكم هاد درس تطفوهم فواحد الكادر فواحد الإطار ديال التواصل بحال مثلا تمرين اللي كيعتوكم فالأخير كيكون على شكل جدول فيه سيتياسيان إنونسي دونك يقدرو يعتوكم تما هاد الإيبوتاز إلى قنسيسيان أولفشي تمرين مشابه لهاد تمرين ودابن دوزو الثالث والأخير فهد الإمتحان واللي هو اللي كيكون عليه ثمانية ديال النوقات اللي ركزو مزيان مع هاد الجزء لأنه مهم بزاف ما كافيش أنا ننوجدو الجزء الأول أو الجزء الثاني ديال الإمتحان ونكتفيوا بهذا القدر وإنما خسنا نوجدو أيضا اللي كاترح مشكيل كبير عند بزاف ديال تلامد على الرغم من أنها ماشي بهدك الصعوبة اللي كيتخيلوها وإنما هي مجموعة من القواعد اللي خاصة نحترموها وهاكا وخاما ما نناخدوش أو لا ما نحصلوش على جميع النوقات فلا بخوديكسو إكريت اللي هي ثمانية ناخدوه من النهار بعد ديال النوقات خمسة ديال النوقات طد النوقات وعليش اللحظة نوصلو سبعة ولا ثمانية ديال النوقات فلا بخوديكسو إكريت يعني هلا بخوديكسو إكريت أنا كنشوف ماشي بهدك الصعوبة اللي كيشوفوها تلامد فقط نتبالي خيتار اللي عندي فهاد لابخوديكسو إكريت أو المعايير اللي غات نقتاليها هاد لابخوديكسو وهاكا نكون عار راسي شنو خاصنين وجد exactement أو لالي اش خاصنين ركز فهاد لابخوديكسو إكريت حيث كي نتلامد كي كتب زاف لابخوديكسو إكريت وفتالي ما كي لقاش النوقت alors كي كون ومحترمش المعايير لديها لابخوديكسو إكريت cette troisième composante exige la production d'un texte narratif qui pourrait contenir des passages descriptifs des dialogues de 10 à 12 lignes sur un sujet donné فهد لجوز ردي أتوكم تكتبوا واحد نص حيكاي un texte narratif هذا نص الحيكاي يقدر يضمن حتى ده passages descriptifs يعني أجزاء فين غيكون عندكم مثلا الوصف أو حوارات مثلا تقدروا تدخلوا ديالوغ في هذا التكس narratif هاد لابخوديكسو إكريت خاصها تكون ما بين 10 ديالأسطور حتى 12 سطر يعني ما تجاوزوش 12 سطر في هاد لابخوديكسو 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 sa capacité a produire un texte narratif كويرون يعني تلمي تخصوي بين باللي قادر أنه يكتب واحد texte narratif un texte narratif كويرون يعني واحد النص حيكاي متناسق إلي دونك أمني أفر أفر إمجيناسيو خصو يعرفي تريل أو ليتريل في هذا الموضوع اللي تأتلو يعرفي دونك لابخوديكسو خصو يعرفي يستعمل القواعد اللغويا ونسيكسبرمو دونك دونك ونسيكسبرمو يعني يعبر بوح طريقة واضحة ومناسبة الإكرتاء غوثوني pour évaluer la produكسون إكرت بورت sur la ناراسيو ainsi que sur la langue يعني المعايير اللي عندهم باشي يصحوا هذه la ناراسيو كات تمحور على جوج دي اللي حواج على ناراسيو الحاكي يعني واش تحترمتي القواعد اللغوية في هاد la production إكرت سي كات سي كات سي هاد الكات سي نزود نطح فيهم هنا يعني الكات إفالي ناراسيو هنا فيما يخص لناراسيو أو للحاكي شنو تحترم رسبي د la consign يعني يعني باختصار ما خاص تخرج على الموضوع نهائيا يعني ما خاص تكتب في موضوع آخر من غير هادك اللي تتالك تما Alors كوهرانس دي لناراسيو خاص يكون عندك واحد تنسو في الحاكي ديالك ورغانسيو 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 نصي ديالك كون ورغانسيو وخاص يكون واحد تتاوور من تقي في هاد لرغانسيو يعني خاص لرسيديل كمشي بهاد تنديم عندك لسيتياشن إنيسيال لليمان پيرتورباتر للي پيريبيسي إلا سيتياشن فنال Alors الكريتر دي بالي دي لسي ناراتيف الجزء الأول اللي هدرنا عليه في هاد ل لأ أول حاجة غدي ينقطو عليها لأ 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 هي واش احترمتي الموضوع يعني واش مخرج على الموضوع و لكويرنس دي ناراتيون يعني واش نص دي لك متناسق من الضم واش تباتي في هاد لشيما ناراتيف يعني واش درسي لسيتياشن إنيسيال لليمان پيرتورباتر للي پيريبيسي إلا سيتياشن فنال فاش ردي ساليو مع هاد الجانب دي الحاكي لان ناراتيون ردي شوفو الجانب دي اللغة للاسبي لانجويستيك للي كريتير دي اول حاجة لفوكابولار يعني واش استعملتي كلمات عندهم علاقة بذلك الموضوع يعني الحق الدلالي الخاص بذلك الموضوع ومن بعد عندنا لسانتاكس كونستريكسون دي فخاز كوريكت يعني واش كونت جمل صحيحة بالنسبة لهاد القضية فكن نصحكم أنكم ديروا جمل بسيطة يعني دي فخاز سمبل فيهم فعل واحد يعني تفادوا الجمل المركبة دي فخاز كمبلكس باش ما تسغلطوش علاق دائما جمل بسيطة دي فخاز سمبل باش يكونوا عندكم دي فخاز كوريكت باش يكونوا عندكم جمل صحيحة علاق ارتغراف دي زاج اي غراماتيكال رسبي دي راقل يعني واش ترمتي لرقل دي لورتغراف دي زاج اي غراماتيكال يعني واش ترمتي باش مرات تلمد كينس وبزاف مثلا اس على فان دو الفخاز كتكون واحد الكلمة اللي نعمال مو خاس هتكون فل بل لوريال كينس ولها اس ولا برقزم لزاقص دي مردو البل هد المسائل كون المسائل المسائل اللي اللي خاس كون تركز وليه سيغتو هوا اللي تن دو ريس اللي باش سيغتو لحواج خاس كون تعرفو فوكاش خاس كون تستعملو لحواج وفوكاش تستعملو لحواج كين قواعد خاصين بهاد فهد لسانس الو عندنا اخير حاجة لحاجة لحاجة الامات ترقيم كندن إزاج دين بون 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 خاس كون تعرفو تستعملو لبون بون بون يعني ما كان جو شو كان تستعملو هغير هك كفين مجد لا عندنا لتيب دو فخاز او انوال جمل تقدر تكون عندنا لفخاز دكلا راتيف فاش كتكون جملة اخبارية فكتسليب نقطة فاش كيكون لنا سؤال ان لفخاز انتروجاتيف كتسليب un point دانتروجاتيون فاش كتكون عندنا لفخاز اكسكلاماتيف كتسليب علامة تعجب او لا كتكون عندنا لفخاز امبراتيف اللي كيكون فيها امر سواء كتسليب نقطة او علامة تعجب وبنسبة لفرغول اللي كتكون عندنا بزاف لابخودي كسو اكريت فالدور تربط ما بينجوج العناصر اللي تشبه او لا فاش كيكون الانيوميغاسيون يعني كيكون تعداد بزاف ديال الاشياء دونك باش كنتفادوا تكرار كنتستعملوا العvergule وفوالا هده هما الكريتر اللي خاس كم تحترمون في الابرودكس اكريت واول حاج اقبل من هدش كامل فالكريتر اللي كن بغير ركز عليه وما كينش هنا هو الخط ديال كم حاولوا يكون الخط ديال كم واضح فاش كن قول خط واضح فما كن قول خط مثالي وانما فقط يكون الحروف واضحين كلمة ديال كواضحين في البداية ديال كل فقرة حاولوا تحفظوا على واحد الفراغ كي تسمى لالينيا كي كن خللوا هاد الفراغ في بداية ديال كل فقرة فقرة جديدة واللي كتشكل أساسا في الانتخوديكسيون الديبلوبمون اي الفان يعني غير في المقدمة في البداية ديال العرض وفي الخاتمة يعني ماشي كل مرة غدين بغي او غدين نسلم نوحد الفكرة غي خي خي نرجع ندير هاد لالينيا وفالا ها ممكن تخليوا لي أسئلة ديالكم في التعليقات فلا هاد شي لكين زمن لكم التوفق في الامتحان ديالكم وإلى فيديو قادم ان شاء الله